للسوشال ميديا النهاردة اللي سألنا حضراتكم عن طوات قعاتكم لنتيجة تلقائين اليوم السنغال وهولندا وأمريكا وويلز نشوف إجابات حضراتكم محمد بيقول من هو ريضا أشكرك أعتقد تبقى مباراة قوية وندية بين المنتخبين كبار وهتبقى تعادل لأن كل منتخب عنده لعبي مميزين والحظر هيكون شعار مباراة وأتمنى التوفيق لمنتخبات العربية زي ما أفتخر من حمد أنور مساء الخير عليك يا أدا أتوقع فوز ويلندا 3-0 ليه كده يا أخي وتعادل ويلز مع أمريكا 2-2 أمريكا هتفوز وإن شاء الله سنغال هتفوز أمير الحريف مساء الخير والسعادة عليك كابتن أدا دائما متقلق ومنور ينجم شكرا يا صديقي أتوقع فوز السنغال على هولندا 1-0 الربط وأول مفاجأة في كاس العالم إن شاء الله أتوقع فوز ويلز على أمريكا 2-0 بإذن الله البطولة هتكون من نصيب الأرجنتين علشان خاطر أسطورة ميسي تبودوني عم ما في أسطورة تانية في البطولة خلود مساء الخير عليك يا أدا أتوقع تعادل واحد واحد بين السنغال وهولندا ممكن وده الأقرب التعادل الفرقين أقوى من بعض وأتوقع فوز ويلز على أمريكا 2-1 وكل الدعم ليهم وإن شاء الله البطولة من نصيب فرنسا دي مفاجأة بالنسبة لي ماشي منار مساء الخير عليك يا أدا أتوقع فوز السنغال على هولندا 2-1 أتمنى فوز أمريكا على ويلز وكل الدعم والتوفيق لمنتخبات المشاركة لكل منتخبات المشاركة ماشي محمد مساء الخير عليك يا أدا أتوقع فوز السنغال على هولندا 2-1 أتوقع فوز أمريكا على ويلز آخر 2-3 منطقين شوية لكن الناس اللي توقعت فوز ويلز شايفين جارس بيل بس في المنتخب محمود مكدي أتوقع السنغال هتعمل مباراة كويسة طريق بكورة الأفريقية وإن شاء الله تكسر 3-2 نتيجة كبيرة مباراة أمريكا ضد ويلز مباراة تخلص 3-1 لويلز ماشي أحمد عيد مساء الخير عليك يا أدا أتوقع فوز ويلندا 2-1 أتوقع تعادل ويلز وأمريكا أتمنى التوفيق لكل منتخبات العربية أفتخر كلام محترم يا أحمد كرم مساء الخير عليك يا أدا أشكرك إن شاء الله تعادل السنغال وولندا وفوز ويلز على أمريكا إن شاء الله كأس العالم استثنائي كأس العالم بلا صلاح وماني وبنزيمة أكل بلا ملح زم الكاوي حتى آخر أنفاست وفيه هالند وفيه لعبة كثير صراحة فقدت بقية التوابل مش بس الملح وليد أمين محمد بيقول مساء الخير عليك يا أدا أتوقع فوز منتخب هولندا على السنغال وفوز ويلز على أمريكا بغض النظر عن النتائج إن شاء الله أنا استمتع بالنمريات وأتوقع اللقب يكون من نصيب أرجنتين أو برازيل تحياتي دي كل كل فريق العمل منتهاء اللي هيكون للبرازيل محمد بيقول مساء الخير عليك يا أدا مباراة كأس العالم خارج التوقعات وكل شيء وارد حدوته بس الأهم هي المتعب في مشاهدات المباريات الرائعة ولكن هولندا الأقرب ما ديك توقعاتها ما ديك في الآخر توقعات ومباراة ويلز وأمريكا ستنتهي بالتعادل لتقارب المستوى ماشي محمد عبد الرحيم بيقول تحياتي ليك يا أدا شكرا يا صديقي أتوقع التعادل 2-2 سنغال وهولندا وتعادل أمريكا ويلز واحد واحد ومن واحد من الاثنين هيكون بطل كأس العالم برازيل أول أسباني والله الأسباني ممكن دي مفاجأة بس أتوقع لي لأ أمريكا